اشتركوا في القناة تتخذ الآن تدابير هندسية لتنظيم عمل النقاط الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروس وسيجري تعزيز حرس الحدود بالأفراد والمعدات والوسائل الخاصة بما في ذلك المسيرات وكلاب الحراسة إلى ذلك حضر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراويتسكي الحكومة الأوكرانية من مخاطر أزمة الهجرة مؤكداً أن المهاجرين غير الشرعيين سيحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية أيضاً كانت مجموعتان من مهاجرين غير شرعيين مكونة من عشرات الأشخاص تمكنت عشية أمس من اختراق الحدود البلاروسية البولندية نجح حرس الحدود البولندي في إعادة بعض منهم إلى الحدود فيما تتواصل عمليات البحث عن الآخرين بدأت اليوم في العاصمة الجورجية تبليسي محاكمة الرئيس الجورجي الأسبق ميخيل ساكاشفيلي بتهم قمع تظاهرة للمعارضة في نوفمبر 2007 واقتحام مقر إيميديا تيفي خلال فترة رئاسته بيكا باسيليا محامي ساكاشفيلي أكد أن موكله لم يحضر الجلسة بسبب رفض إدارة السجن نقله إلى المحكمة متذرعة بأسباب أمنية ووفقاً لوسائل إعلام محلية فأن قوات الأمن طوقت مبنى المحكمة واعتقلت أكثر من خمسين من أنصار الرئيس الأسبق الذين خرجوا بالمئات في مسيرة تضامنية دعماً له وكانت السلطات الجورجية اعتقلت ساكاشفيلي فور عودته إلى جورجيا في الأول من أكتوبر الفائت تنفيذاً لحكم غيابي بالسجن تسع سنوات صدر بحقه سابقاً بتهمة إساءة استخدام السلطة من جانبها دعت الولايات المتحدة جورجيا إلى منح ساكاشفيلي الفرصة لتلقي رعاية الطبية اللازمة شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن واشنطن تتابع عن كثب قضية الرئيس الجورجي الأسبق وعرب عن قلق بلاده حيال ظروف اعتقاله ونقله إلى مستشفى السجن رغماً عن إرادته نحث السلطات الجورجية على اتخاذ خطوات فورية لضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية للسيد ساكاشفيلي ندعو جورجيا إلى التعامل معه بإنصاف وكرامة وفقاً للمعايير الدولية وقوانين البلاد بحث مدير ديوان الرئاسة الأوكراني أندري يرما خلال اجتماعاً مع المدير السياسي لوزارة الخارجية البريطانية السير تيموتو بارو في واشنطن المخاطر المتعلقة بتشغيل مشروع نورستريم 2 إضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعين الأمني والعسكري كما ناقش الطرفان مستقبل العلاقات السياسية بين البلدين والتحضيرات للاجتماع الأول للشراكة الاستراتيجية كما التقى أندري يرماك النائب الرئيس الأمريكي لشؤون الاستقرار الاستراتيجي والأمن في المعهد الأمريكي للسلام ويليام تايلر ناقش الجانبان الوضع في شرق أوكرانيا وسبل استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود وبحر أزوف بالإضافة إلى أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا خلال لقائه مع لجنة الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية الأمريكية الذي سيعقد اليوم في واشنطن من المقرر أن يبحث دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني والوفد المرافق عدة موضوعات يأتي في مقدمتها الوضع في شرق أوكرانيا وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية كوليبا رأى أن هذه الاجتماعات تفتح مستوى جديد من التعاون بين كيب وواشنطن وتسهم في تعزيز الدعم الأمريكي لأوكرانيا لعقد قادم هذا ومن المقرر أن يجري التوقيع على مفاق جديد لشراكة الاستراتيجية يحتوي على عدد من الأحكام المتعلقة بمواجهة العدوان الروسي ستتناول الاجتماعات ثلاثة موضوعات رئيسة أولها أمن أوكرانيا ولسيما في سياق التوتر الذي نراه في الشرق وفي بيلاروس ثانيا أمن الطاقة في أوكرانيا بوصفه جزءا أساسا من السياق الأمني الأوسع وتحديدا نورد ستريم اثنان ثالثا التطور الاقتصادي في أوكرانيا وجذب الاثثمارات الأمريكية وتطوير التجارة الثنائية أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل قرابة ثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمائة إصابة جديدة بكورونا وثمانمائة وست عشرة وفاة خلال اليوم الماضي وأشرت تقرير أن معظم الإصابات سجلت في خاركوف وبلطابا وأودسا وكذلك في العاصب كيف كما سجلت ألفان ومائتان وعشر إصابات جديدة في إقليم دانيتسك وستمائة وست إصابات في إقليم لوهانسك إضافة لتسجيل خمسمائة وإحدى وعشرين إصابة في إقليم خرسون وأضاف التقرير أن قرابة مائتين وسبعة وستين ألف شخص تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 يوم أمس ليصل عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى إلى أحد عشر مليون وسبعمائة ألف شخص فيما حصل قرابة ثمانية ملايين ومائتا ألف أوكراني على دورة التحصين جاميرا يقلل التطعيم من خطر الوفاة بمتحور ديلتا بمقدار أحد عشر مرة هذه نتائج دراسة أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها 91 إلى 92% من المصابين في المستشفيات في أوكرانيا هم من غير الملقحين ولو وصل معدل التطعيم في أوكرانيا إلى معدلات المتوسط الأوروبي فهذا يعني انخفاض إجمالي عدد الوفايات إلى الثلث قريبا أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي ستبقي حدودها مفتوحة أمام المواطنين الأوكرانيين وهي قبرص وإسطونيا وكرواتيا ولمعرفة شروط الخاصة بكل دولة تمكن مراجعة موقع وزارة الخارجية وبالنقر على الخريطة التفاعلية تظهر وثائق السفر المطلوبة لجميع البلدان وما إذا كانت الدولة متاحة للسياح الأوكرانيين كان الاتحاد الأوروبي قد استبعد أوكرانيا من القائمة الخضراء بسبب تدهور الوضع الوبائي فيها للأخذ بأيديهم ومساعدتهم في تخطي صعاب الحياة وتعقيداتها افتتح في أودسا ورشة عمل خاصة للمصابين بمرض التوحد فيها يتعلمون فنون الخزف والرسم والخياطة ويمارسون نشاطات اجتماعية تفاعلية رفقة متخصصين ومعالجين فلاديمير ذو العشرين عاماً هو أحد طلاب الورشة يأتي هذا الشاب المصاب بتوحد رفقة والديه بانتظام إلى هنا كي يتعلم فن الخزف ويعبر دائماً عن حبه للطين وفنونه إنه ليس أمراً صعباً وإن توفرت الإرادة فالنجاح أكيد أهوى الرسم والفن وبالأخص تشكيل نماذج من شخصيات الرسوم المحركة والقصص الخيالية يجري العمل في الورشة بحيوية ونشاط حيث يتعلم ثمانية طلاب فن الخزف على أيدي معلمين محترفين وتدريجياً يتحول الطين بأيدي هؤلاء الحرفيين إلى أشكال فنية مختلفة لصنع مثل هذا الطبق مع رسم قطة عليه يحتاج الطالب إلى درس واحد فقط بعد الناحة توضع الأطباق في الفرن ثم تدهن بالورنيش يخطط لطرح هذه اللوحة للبيع يقول المعلمون إن هذا يشكل حافزاً للطلاب ليس فقط لإتقان الحرف بل لكسب المال أيضاً وهنا أيضاً يتعلم الأطفال والكبار الخياطة والأهم من ذلك يتعلمون التواصل مع أقرانهم لأن معظمهم محرومون من هذه الفرصة في الواقع وهنا يتعرفون على قواعد التواصل بواسطة الألعاب كيف حالك؟ بخير؟ ماذا تريد أن تفعل اليوم؟ تخبرنا أن أبوغايفا المؤسسة المشاركة في ورشة العمل عن مشاركة معلمين وحرفيين لخبراتهم في الحرف اليدوي والإبداع مع المصابين بالطرابات التوحد والشلل الدماغي والمهمة الرئيسة تكمن في الكشف عن الرغبة في الثقة والتواصل فضلا عن تنمية قدراتهم ومهاراتهم بفضل هذه الفعالية نجح البعض في التواصل مع الآخرين على سبيل المثال هناك فتاة تواظب على الحضور منذ عامين ومؤخرا بدأت تتحدث عن بعض رغباتها والأفلام المفضلة يعيش المصابون بالتوحد ضمن الدوائر الاجتماعية محدودة وأغلبهم يعيشون في عزلة وهم بأمس الحاجة للتواصل والتفاعل في أجواء كهذه حتى الآن جرى في هذه الورشة تدريب 45 طفلا وأكثر من 20 بالغا يامن خضور يو اي تي في في فناء منزله افتتح الطبيب البيطري فيكتور شلفينسكي مركزا لتأهيل الطيور البرية المصابة الصغير منها يلقى العداية حتى يكبر ويقوى وذو الجناح المكسور يعالجه فيكتور ويدربه على طيرا مجموعة مكونة من 280 طائرا مختلفا تعيش في المركز جمعتها ظروف قاسية وستفرقها الحرية قريبا إلى الفيب نذهب في تقريرنا التالي لنعرفكم عن قرب على هذه التجربة المميزة تخضع هذه البومة الرمادية للعلاج من إصابات في الرأس والعين منذ شهر ونصف أجريت لها عملية جراحية في العيادة البيطرية وهي الآن تتماثل للشفاء لقد تجاوزنا مرحلة الخطر والآن وضعها مستقر غالبا ما يعثر الناس بالصدفة على هذه الطيور فيأتون بها إلى المركز ويسلمونها لفيكتور نطلق من 5 إلى 25 مكالمة يوميا ويرسل البعض مقاطع فيديو عن طيور مصابة نحاول تقديم الاستشارة الطبية ونعرفهم بأنواع الطيور وكيفية إطعامها والرعاية الطبية التي يجب تقديمها لوقف النزيف في أغلب الأحيان تتعرض الأجنحة أو المخالب للإصابة هذا اللقلق الأسود المهدد بالانقراض أحضر قبل ثلاثة شهور مصابا بكسر يعيش اللقلق الأسود كما نظيره الأبيض في أوكرانيا ويهاجر إلى أفريقيا في فصل الشتاء اللقلق الأسود النادر يعيش في الغابة ولا يراه الناس في كثير من الأحيان فراخ الطيور حديثة الولادة التي سقطت من عشاشها تجد لها ملجأ هنا فهذا الغراب واسمه تازك جلب إلى هنا منذ عشر سنوات وكان عمره شهرا واحدا فقط لا يخاف الناس لأنه تعود عليهم يجلم الناس لنا في الربيع أكثر من طائر ومعظمها يطلق إلى الطبيعة بعد علاجه الطيور غالبا تخاف البشر لكن هذا الغراب آنسنا وصار أليفا منذ ثمانية عشر عاما يعمل مركز إعادة التأهيل والآن يعيش فيه مئتان وثمانون طائرا يكلف طعام الواحد منها شهريا بين تسعة إلى أحد عشر ألف هريفنة يتكفل بها السكان المحليون وفي المستقبل يخطط فيكتر لافتتاح عيادة بيطرية جديدة ومركز لتدريب تلاميذ المدارس على علاج وتربية الطيور البرية يامن خضور يو اي تي في وفيما يلي بعض الأحداث العالمية التي وقعت في مثل هذا اليوم العاشر من نوفمبر ففي عام الف وثمانمائة وواحد وتسعين حصل المخترع الأمريكي جرامفل بودس على براءة اختراع القطار الكهربائي الذي ظهر للمرة الأولى بعد سروات من ظهور القطار البخاري في الف وثمائة وثمانية وعشرين افتتح مطحف منزل تراشف شينكا في كييف وهو بيت قديم يستنسخ أجواء الف وثمانمائة وستة واربعين في الف وتسعمائة وواحد وستين تم تغيير اسم مدينة ستالنجراد إلى فولجا جراد من نهر الفولجا الذي تتربع على ضفتيه في الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين اعتقل زعماء جماعة الإخوان البيض الدينية يوريك ريفانوهوف وزوجته ماريا تسيفيغون في الف وتسعمائة وستة وتسعين وخلال مراسم احتفال بيوم الشرطة الروسية أدى انفجار في مقبرة كتلياوكوف بموسكو إلى مقتل أربعة عشر ضابطا وإصابة العشرات من موليد هذا اليوم من عام الف واربعمائة وثلاثة وتمانين مارتن لوثر زعيم الاصلاح الديني في ألمانيا ومؤسس الحركة البروتستانكية في عام الف وسبعمائة وتسعة وخمسين ولد يوهان فريدرش شيلر الشاعر الألماني والفيلسوف والمؤرخ والكاتب المسرحي البارز في عام الف وتسعمائة وتسعة عشر ولد ميخايل كالاشنكوف صانع الأسلحة السوفيتي البارز مبتكر البندقي الألية لاشنكوف في عام الف وتسعمائة وسبعة وعشرين ولدت صباح المغنية والممثلة اللبنانية الملقبة بالشحرورة في عام الف وتسعمائة وثمانية وعشرين ولد الملحن والموزع الإيطالي المشهور بتأليف موسيقى الأفلام التصويرية إنيوم موريكيوني في عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين ولد بشير الجميل الزعيم اللبناني ورجل السياسة والحرب البارز وفي عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين ولدت شبنوق لخاني الممثلة الإيرانية التي أدت دور مريم بن تمران في مسلسل مريم المقدسة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يوتيفي شكراً لحص المتابعة في أمان الله